السلام عليكم وشنوكم شاء الله زينين وياكم علي هادي علي اليوم عندي معاينة الجهازين من شركة بوكو الجهاز الاول اللي هو الـ X5 Pro والجهاز الثاني اللي هو الـ X5 هذه السلسلة تعتبر من الفئة المتوسطة فاليوم رح نعرف من هو الجهاز الافضل هذا او هذا رح اشرح لكم الـ Pro وبنهاية الفيديو نشوف شن الفروقات عن هذا الاصدار الـ X5 Pro او الـ X5 تعالوا خلنشوف التفاصيل يا هلا وهسا نبلش بالـ X5 Pro هذا هو الجهاز وعندي هذا هو الـ X5 العادي خلي بعدين وبنهاية الفيديو اتطرق لهذا الجهاز الشاشة الخاصة بالـ X5 Pro هنا الشاشة هي بدقة Full HD Plus ونوع هذي الشاشة هو AMOLED طبعا التردد الخاص في هذي شاشة هو 120 هرتز وتردد استجابة اللمس 240 هرتز البكسلات بكل انج من هذي الشاشة تقريبا 395 بكسل فبشكل عام الشاشة اللي موجودة هنانا مواصفاتها بالنسبة لجهازه من الفيديو المتوسطة تعتبر فتشي كلش ممتاز حجم او قياس هذي الشاشة هو ستة فارزة تقريبا 67 انج فحجم الشاشة رح يكون مناسب لهواي استخدامات والشي حلو بهذي الشاشة مع العلم انه الجهاز هو من الفيديو المتوسطة بس الشاشة اكو بها طبقة حماية اللي هي القوريلا غلاس 5 وسطوع الشاشة هو 900 شمعة تقريبا فمن تستخدم الجهاز تحت اشعة الشمس او الضوء العالي رح تقدر تشوف التفاصيل اللي موجودة على الشاشة بكل سهولة وبساطة هذي تقريبا كل التفاصيل الخاصة بالشاشة فالشاشة ما عندي عليها اي ملاحظة بالنهاية رح نعرف سعر الجهاز لغاية هذه اللحظة الشاشة هنا عشرة على عشرة بالنسبة لهي شي فيه سعرية واذا اطرق لشكل الجهاز من الخارج فنشوف الـ X5 Pro الأطراف مادة حادة سوان من الجهة الامامية او الجهة الخلفية بينما الـ X5 العادي لا الأطراف مادة رح تكون منحنية من الخلف وهذا الجهاز تقدر انه تخلي بيه 2 سيم كارت بس بطاقة ذاكرة خارجية غير ممكن الجهاز اكو بيه سماعتين فرح ينطيني صوت استيريو من استخدمه بالألعاب بمشاهدة الأفلام رح يكون الصوت عندي محيطي وينطيني أفضل تجربة صوتية شغلة الثانية انه منفذ السماعة لـ 3.5 رح يكون موجود هواي من محبين الألعاب يفضلون السماعة السلكية على السماعة اللاسلكية لانه مثل ما نعرف انه السماعة اللاسلكية رح يكون اكو بيها التأخير فالأشخاص اللي مهتمين بالألعاب السماعة السلكية رح تكون لهم خيار تبقى مسألة تفضيلات شخصية بالإضافة لأنه وزن الجهاز خفيف وزنة تقريباً 181 غرام وحتى سمكة نوعاً ما نحيف اللي هو 7.9 ملا الألوان اللي يتوفر بها الجهاز هي ثلاثة اللون الأزرق اللي موجود عندي واخو اللون أسود واللون الأصفر فشوفوا انت شنو اللون وعلى أساسه اختاره طبعاً أقفض معلومة أحب أنطيعي لكم بما أنه هذا الجهاز من الفئة المتوسطة فالمنافذ اللي موجودة هنا للسيم كارت هي ثنيناتها تدعم 5G فإذا عندك شريحة 5G رح تشتغل عندك أو شريحتين ممكن أنه تشتغل أقباض الأجهزة تشغلك شريحة واحدة فقط 5G وشريحة الثانية تشغلك 4G بس هنا تشغلهم ثنيناتهم بدون أي مشكلة وهذا الجهاز هو مقاوم لرشات أو رذاض المياه يعني مو تجو تخلي الجهاز بالماء لا أكيد رح يتلف هذا الجهاز هو مقاوم لرشات المياه البسيطة حتى الإصدار الثاني اللي هو الـ X5 أو الإصدار اللي يكون أقل من عنده أيضا هو مقاوم لرشات المياه طبعا حسب معيار IP53 وبصمة الأصبع موجودة على زر التشغيل اللي صايرة بالجانب من الشعالات الحلوة اللي موجودة بجهاز من الفئة المتوسطة أنه هذا الجهاز يدعم NFC فتقدر تستخدمه بعدة استخدامات بالنسبة للأشخاص اللي مهتمين بالاتصال القريب بالNFC أيضا أكون عندك الأشعة تحت الحمراء الـ IR ممكن تستخدمه أو تتحكم بعدة هجهزة موجودة بالمنزل اللي تشتور من خلال هذه التقنية هذه كل التفاصيل الخاصة بالجهاز من الخارج الأداء الخاص بالجهاز والمعالج هذا الجهاز بمعالج من شركة Qualcomm اللي هو سناب دراجون 778 جي هذا المعالج اللي تكون معمارية التصنيع مالته 6 نانومتر الأداء اللي ينطينيها كلش حلو بالاستخدامات البسيطة والاستخدامات المتوسطة فإذا كنت نفكر الجهاز للألعاب ويكون مناسب كفئة سعرية هذا رح يكون واحد من الخيارات الجيدة بالإضافة لأنه الجهاز يجي برام 8 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 256 جيجا بايت معلومة بسيطة أنه الإصدار الخاص بالـ X5 Pro ما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية بينما الإصدار الأقل من عنده الـ X5 هو يدعم إضافة بطاقة خارجية وأكو شغلة حلوة مساويتها بوكو اللي هي الـ Dynamic ROM الفكرة مالتها بكل بساطة أنه أنا عندي الرامو هنا موجود 8 جيجا بايت فرح يأخذ من الذاكرة الداخلية أو المساحة الداخلية الخاصة بالجهاز مساحة ويجمعها ويالرامو الإضافي فرح يساعد بعملية الأداء أو فتح التطبيقات تكون عندي بشكل أفضل وبلا العاب رح ينطيني أداء كلش حلو بالنهاية هو جهاز من الفئر متوسطة فأكيد أنا ما أتوقع أن ينطيني أداء جدا جدا عالي أفضل أنه تخلون الجهاز بالعدادات المتوسطة من شغلة بالألعاب بس مع هذا هو يشغل بالعدادات العالية وواحد من الخيارات الجيدة الكاميرات اللي موجودة بهذا الجهاز اللي هو البوكو X5 Pro الجهاز من الخلف أكون عندي ثلاثة كاميرات الكاميرا الرئيسية تيجي بدقة 180 ميجابيكسل والكاميرا الثانية اللي تصور اللي صور بزاوية واسعة تقريبا تكون 8 ميجابيكسل وزاوية الالتقاط مالتها 120 درجة الكاميرا الثالثة اللي هي 2 ميجابيكسل خاصة بالتصور الأجسام القريب المايكرو والكاميرا الأمامية اللي صايرة بشكل ثقوب بوسط الشاشة تكون 16 ميجابيكسل أخير نقطة بالجهاز اللي هي البطارية هذا الجهاز يجي ببطارية بسعة كلش حلوة اللي هي 5000 ميلي أمبير والشي الأحلى أنه الجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط العلبة الخاصة بالجهاز هي موجود بها الشاحن فما يحتاج تشتري شاحن أيضا الشاحن هو يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط الأداء الخاص بالبطارية واستخدام الجهاز استخدامات عادية رح يمشين يوم كامل بالألعاب تقريبا رح ينطيني أداء بحدود 13 ساعة فتبقى حسب طبيعة الاستخداماتك أكيد من يكون أكو ضغط على الجهاز معناها رح يكون استنزاف للبطارية بشكل أكبر بس أنت خلال شحنة وحدة الجهاز رح يطاول عندك يوم كامل تقريبا فهذا يعطي ورفت شي كل شي ممتاز هذه تقريبا كل التفاصيل الخاصة بجهاز بوكو X5 Pro بصراحة جهاز أشوفه متكامل نوعا ما ما لاحظت أكوفت نقص بالجهاز بالنسبة لسعر الجهاز إذا تسألوني عن سعر هذا الجهاز فسعره رح يكون 256 دولار هذا السعر مع كل المواصفات اللي تم ذكرها أعتبره سعر جدا مناسب بالنهاية أنت صاحب القرار بالشراء قبل ما أخلص الفيديو لازم شوي نسولف على أخوه الصغير أو الأصغر من عنده اللي هو X5 هواية مواصفات متشابهة فراح أنطيكم الاختلافات اللي موجودة هنا الأخخ الأصغر من ناحية الشاشة هنا طبقة الحماية أقل طبقة الحماية اللي موجودة هنا هي القورلا غلاس 3 بينما كانت هنا 5 فهنا طبقة الحماية رح تكون أقل بينما سطوع الشاشة هنا أعلى اللي هو 1200 شمعة باقي التفاصيل متشابهة ما عندي ذاك الاختلاف وذا أصرف على الاختلاف الثاني هنا الجهاز يجي بمعالج أقل هو أيضا من Qualcomm Snapdragon 695 هنا أداء رح يكون أقل من هذا يعني شيء منطقي بس الشي حلو هنا الجهاز يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية بينما بالX5 Pro ما يدعم بالX5 يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية الاختلاف الثالث من ناحية الشحن هذا الجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط بينما بالبرو كان 67 واط فهنا سرات الشحن ستكون أقل باقي التفاصيل هي متشابهة والاختلاف الرابع بشكل سريع هنا الكاميرا الرئيسية الموجودة على هذا الجهاز مو 108 لا هنا راح تكون 48 ميجاباكسل والاختلاف الآخر هو من ناحية الكاميرا الأمامية أيضا راح تكون رقمها أقل اللي هو 13 ميجاباكسل فهذه تقريبا أبرز النقاط الأساسية من ناحية الاختلافات أكو اختلافات بسيطة بس هذي أبرزها سعر هذا الجهاز هو أقل من هذا سعر الأكس فايف هو ميتين وخمسة وثلاثين دولار فبالنهاية أنت صاحب القرار بالشراء تشتري هذا أو هذا شخصيا أنا أفضل الأكس فايف برو لأنه مواصفاته أفضل وأحسن مع فرق سعر بسيط هنا سعره ميتين وستة وخمسين دولار وهنا سعره ميتين وخمسة وثلاثين دولار هنا أكو فرق من ناحية سرعة الشحن من ناحية المعالج من ناحية الكاميرا بقى التفاصيل هي متشابهة وبنهاية هذا الفيديو أقول لكم مع السلامة